دشنت مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية دورات تدريبية لعدد من النازحين من مخيم الشوكاني في منطقة الرباط بمحافظة لحج وفي التدشيء نشار مستشار محافظ لحج لشؤون منظمات المجتمع المدني مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة عمر مقبل الصمات إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات في تعزيز مهارات النازحين وتنمية قدراتهم وإكسابهم المعارف والمهن المدير للدخل حاثا المشاركين الاستفادة من مضامين الدورات وعكس ما تلقوه من معلومات ومعارف ذهنية وتطبيقها على الواقع العملي والميداني لتعزيز وتحسين مستوى حياتهم المعيشية من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الشوكانية الدكتور محمد أحمد اليافعي أن تنفيذ الدورات والتي يقيمها مركز الشوكاني لتدريب وتنمية القدرات ضمن استراتيجية النازح من الاحتياج إلى التمكين يأتي في إطار حرص واهتمام المؤسسة على دعم الأسر الفقيرة والنازحين وتدريبهم في المجالات التي تساعدهم على توفير مصدر للدخل لإعالة أسرهم